من ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث وغرف النوم إلى ورشة ضخمة ومعرض يسوق متجاتها في كل أنحاء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة استطاعت أمال صبحي وزوجها الأسطى لطفي وليام أن يحقق حلمهما بقرد من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزيد في سياق هذا التقرير من ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث وغرف النوم إلى ورشة ضخمة ومعرض يسوق منتجاتها في كل أنحاء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة استطاعت أمال صبحي وزوجها الأسطى لطفي وليام أن يحقق حلمهما بقرد من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدولة بتعمل تسهيلات وحاجة محترمة خالص يعني اللي بيدخل يروح عايز موساعدة قرد بيدوله طالما هو ملتزم بيدفعوله قدام مش بنجعوله وراء يعني طالما ملتزم بيبقوا معاك بيساعدوك واللي يشتغل بينجح أنا الأول كنت الواحدة بعد كده بدعنا بينا ثلاثة بعد كده بينا ستة دلوقتي أنا عندي تسعة شغالين تسعة أفراد عندي شغالين وكلهم بيوت وفي ناس خاطبا بتتجوز وكده يعني والدنيا ماشى زي الفل ويعني ناس بتأخذ أجر كويس هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها أمال على قرد من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعني كلما كنا نزود في المشروع ونكبره كانوا من صراحي ساعدونا بأن يبيدونا أكتر وكنا ملتزمين بسداد القرد فهم لما لجونا طبعا ملتزمين وبنسدد في المعادل الملتزم الوقت المحدد فكان بيزودونا وكانوا طبعا بيدونا النصائح اللي كنا ممكن من خلالها ناخد القرد ونقدر نسدده فكانوا هم صراحة هم الأكتر دعمي لنا في هذا المشروع وهو بفضل المشروعات التنمية الصغيرة هم من يخلونا نزود الورشة من ورشة صغيرة بيجيت ورشة كبيرة وعندنا معرض وعندنا مخزر كله ده بفضل المشروعات التنمية الصغيرة حلم أمال وزوجها لم يتوقف عند هذا الحد فهما يحلمان بتحويل ورشتهما لمصنع كبير للأثاث يسوق منتجاته لكل أنحاء الجمهورية وخارج البلاد وحصل على وعود من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوفير الدعم المالي والفني لتحقيق حلمهما